فيه امنية انت حاليا ما خد طريق وعم تسعى الى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما انه القراءة عاطفية فيه شخص انت عم شوفك فيه طريقك الى انك بدك توصل لها الشخص بدك تقابلها الشخص بدك تحكي معها الشخص او حتى ممكن عم تستنى مبادرة او رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك او طاقة شريكك عم شوفوا ممكن الابراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج نارية ممكن يكون برج الحمل برج الاسد الغالبية ابراج نارية او ترابية بس ممكن يكون اي برج اخر لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه عم شوفوا عم يتطلع عليك من بعيد او عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد ما عم شوفوا عم ياخد اي خطوة حاليا بانه يتقدم نحوك او جهتك لانه العامل المشترك اللي بينكم انه في طرف منكم رافض عرض حب او رافض التواصل اللي عم يصير بينكم فيه resistance او فيه طاقة صد او طاقة رد بينكم الاثنين فعم شوف انت الاشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظرة او كتير مثل نظرة عمل او بيزنس او نظرة كتير حادة نظرة كتير قاسة يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك ايضا يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه ايضا مش فقط ناري برجو ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيش اشي ترابي لانه الابراجة الترابية بتتركز على التفاصيل الصغيرة كتير ايضا عم يشوف الشخص انه افضل طريقة لحل الامور بينكم حاليا او افضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا انه هو يمشي او ما يتخذ قرار او فقط او يراقبك انت يراقب تصرفاتك انت افعالك انت لحتى يعرف ياخد قرار ايضا اذا كنت انت من نوع العصبي او متقلب معه هالشخص عم يحاول انه يحتويك او يحتوي العلاقة ممكن ايضا عم يحاول يسيطر على غضبه على تهوره او الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كتير عم يحاول انه يكتم هالطاقة او يتحكم فيه غضبه بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما او بشأن العلاقة اللي بينكم فيه عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون فيه فيه نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص او سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لانه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص ايضا منافسة ممكن انتو الاثنين لانه عندك كينغ هون وعندك ملك ايضا هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه صراع على السلطة انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاب قرارات حاسمة صار ما ممكن ايضا انت اللي للبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي ولكن انت مستعد انك تحط هالوجهود ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة او قادر على انك تتحدى هالشخص وجه لوجهه بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى او تواصل معك او كونكشن معك لانه ثري اوف وانس بتحكي على عم يستنى خبر منك او عم يستنى هالشخص رسالة منك ايضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة او بده يوصل الى نهاية او حل بالعلاقة او بده يختار قرار او اختيار بالعلاقة اذا في بينكم بعد بالمسافات انت في بلد هو في بلد اخر لانه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده هاد سايكل او هاد دورة توصل الى اكتمال يعني بده امشوف ايضا ثاق المشترك اللي بينكم ايس اوف وانس يعني هالشخص بيطمح الى بداية جديدة بعلاقتكم بدي اوضح فقط للشخص الاخر هو هل عم ينتظر يعني هو عم شوفه مش ناوي اخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا او اللي مش عم يحكوا مع بعض حاليا ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك ممكن ايضا هالشخص يكون هو الشخص اللي انت مخطط او ناوي تروح لعنده او تروح في طريقه لانو انت في طريقك بدك تروح الى حلم او الى امنية انت بدك تحققها شخص انت بتعتبره وش بتعتبره امنية فبنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو راح يوصل الى اتخاذ قرار بس انا بدي اوضح شو هو القرار اللي راح يتخذه هالشخص عم شوف لسا بقراره حتى ايضا بكروت التوضيح انه هو عم ياخد قرار بالصمت او عم ياخد قرار بانه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء انو هالكرت بيتبع برج العذراء او برج ناري والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل مع مبين انه هو شخص عنيد لانه في نقطه هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره او يتنازل يتنازل عن كرامته او يتنازل عن اختياره الى انه هالكرت نفس هالكرت الى انه مستني خبر منك مستني اشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد انه هو اللي يقوم بالمبادرة الاولى او بالخطوة الاولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى الى بداية جديدة معك ممكن ايضا لانه مبين اوكي فضفو كارد فمتل ما حكيت لك يعني هاي بدايات جديدة ايضا دفول كارد ممكن تكون شخص عفوي علاقة عفوية تواصل عفوي فهالشخص بيريد هالاشي بدو هالاشي منك بتوقع الطاقة الريزيستنس عم تيجي اكتر منك انت من برج الميزان عم تيجي اكتر منك لانه بكروت النصيحة وايضا الطاقة اللي محيطة فيك انت اللي اكتر عم حسك عم تفل او عم تبعد او او مستعد انه تعمل المستحيل مشان تثبت وجهة نظر معينة ايضا ممكن تكون انت متناقض بشأن شخصين او بشأن شيئين ولسه ما اخترت او ما وصلت الى قرار نهائي او عم تشوف انه انت ممكن تكون محتار ايضا بين نقطتين نقطة انك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية او انه بدك العلاقة تكون جدية لانه مش واضح عندي انت هون شو بدك يعني فيه فقط او فيه خيبة امل انه الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون انت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك وبدو العلاقة تكون سموذ و بسيطة وفيه جانب اخر منك بدو العلاقة تكون جدية اكتر فممكن او انتو الاثنين لانه طاقة مشتركة فممكن انتو فيه حيرة وتناقض من امركم انه او في حتى خوف ممكن او توتر او قلق من انه اذا ممكن تكونوا انتو اصدقاء ففي خوف من انه اذا تطورت العلاقة بينكم او اذا عطيت مجال للعلاقة انه تكون جدية انه ممكن تخرب الاشيه الاخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم او ممكن اذا اذا فشلت العلاقة الجدية ممكن انه يعني تخسرها الشخص او هو يخسرك الى الابد ففي خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه عدم القدرة على الاختيار بين انه العلاقة تكون عفوية او تكون جدية مش مبين انه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك انت على حسب اختياراتك انت بتغير ولكن بالطاقات الظاهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا فيه فترة اختيار لقرار معين او فيه مفترق طريق انتو هالشخص مفترق طريق انه ممكن هالشهر رح تقضوه في شوية عزلة او انفصال على بعض لانه عم شوف هالشخص ايضا لا تنسى انه كرت شخص عم يبحث على تنوير تنوير الذاتي تنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا ايضا مثلك ممكن يكون عم يلجأ الى التاروت ممكن يكون عم يلجأ الى الابراج او اي اشي يخص او يخص الروحانيات فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه سواء كنتو مع بعض او مش مع بعض انتو وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات اكثر تنوير النفس اكثر ذات انو انت هم تبحث على امنية معينة اوكي فهالشهر ما عم شوف فيه تواصل سريع رح يصير ولكن انتو حاليا فيه رح يكون هالشهر فترة يعني او وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب امورك بخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه بخصوص العلاقة لحتى توصلوا الى قرار ايضا هالشخص عم يفكر فالطاقة مبين انو رح تكون لسا سمود لسا هادية ما رح يصير اي فيه فيه اي تغيرات مفاجئة اوكي حبايبي برج الميزان واتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لانتو اشتركوا في القناة